بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ازايكم يا شباب عاملين ايه اتمنى يا رب تكونوا بخير في فيديو نهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نقفل اي تطبيق بالبصمة او برمز الموبايل او ببصمة الوجه طريقة سهلة جدا وبسيطة هنتعلمها مع بعض دلوقتي ولكن ياريت في بداية الفيديو ما تبخلش علينا باللايك وبالاشتراك في القناة ويلا بينا اول حاجة نعملها هندخل على الضبط هندخل على الضبط الموبايل بالشكل ده شباب بعد كده هنبدأ ننزل تحت كده شوية هنلاقي هنا اختيار اسمه الخصوصية وبعد كده هنختار من فوق على اليمين هنا الخصوصية كمان مرة وبعد كده هنلاقي اخيار هنا اسمه كفل التطبيق هندوس عليه كده مع بعض هيطلب الرمز الخاص بالموبايل هنكتب الرمز بعد كده هيبدأ يفتح معنا صفحة كل التطبيقات اللي موجودة على الموبايل بتاعنا هنيجي مثلا عند اي تطبيق موجود وعايزين نقفل وليكم مثلا تطبيق ملفاتي او لما هنعلم عليه بالشكل ده كده خلاص التطبيق ده تقفل ولو جينا ندخل عليه مرة تانية هيطلب مننا البصمة او رمز الافل بتاع الموبايل او يا اما بصمة الوش طيب ازاي بقى نقدر نحدد طريقة فتح الافل دي هنيجي عندي ترسل اعدادات من فوق على الشمال هنا وبعدين هنختار من هنا طريقة الغاء الكفل هنلاقي هنا بصمة الاسبع هنعلم عليها بالشكل ده كده خلاص احنا نفتح اي تطبيق مقفول بالبصمة او يا اما هنعلم علي الواجه برضو كمان هنا بولي لم يتم تسجيل وجهك لان انا مش عامل بصمة الواجه فمش هعملها دلوقتي فمش محتاجها نعم لو انت عاوز تعملها تقدر تساجل بصمة الواجه بتاعتك مفيش اي مشاكل وتقدر تفتح التطبيق باي طريقة من التلات طرق او يا اما برمز الموبايل او يا اما ببصمة الاسبع او يا اما ببصمة الواجه وكمان برضو تقدر تحدد كفل التطبيق عند ايه يعني مثلا من اول ما تخرج من التطبيق او يا اما لما تقفل الشاشة بتاع الموبايل هنا مثلا انا معلم علي الخروج من التطبيق يعني بمجرد ما اخرج من التطبيق واجه ادخل عليه مرة تانية هيطلب مني البصمة او يا اما تقدر تحددها الكفل الشاشة يعني لما تيجي تقفل الموبايل بتاعك او تقفل الشاشة بتاع الموبايل بتاعك وتيجي تفتح الموبايل بالبصمة مرة تانية وتجي تدخل على التطبيق في الحالة دي يطلب منك البصمة بس كده وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو أتمنى تكونوا استفدتم بفيديو النهاردة ولو عندكم أي سؤال أو أي استفسار تقدروا تكتبوه في التعليقات وإن شاء الله هرض عليكم على طول وأشوفكم على خير إن شاء الله بفيديو جديد مع السلام